على اسلامتكم ومرحبا بكم نحب نعتذر في البداية على الغيابة الطويل اللي كان في الحقيقة باتفاق مع بعض الصديقات والأصدقاء بما أني نتحمل جزء من مسؤولية سالمتهم خاصة أنه في تونس المدة هذية لحظنا تفشي داء الكلب يعني الكلب السياسي خاصة وولينا نتوقع كل شيء من السلطة المكلوبة نحب نتكلم مع الصديقات والأصدقاء من جماعة المشروع وما يسمى مصار 25 جويلة اللي العشرات منهم وربما البيئات كلينا مع بعضنا الماء والملح إذا يتفكروا طبعا بالماء والملح وفيهم اللي تخلل داري ودخلت كذلك أنا لديارهم نحب نفكرهم أنه تونس أحق بالولاء من قيس سعيد والتوانسة أولى بالوفاء من قيس سعيد خاصة بعد ما شفنا أنه تنكر للناس الكل بمثلهم من تومة ولكن خيانته الكبيرة للشهداء شهداء الثورة تعرفوا شنو اللي عمل لي مع جرحة الثورة ومع عائلاتهم والإهانة اللي تعرضو لها وفيهم ناس من العائلاتكم وفيهم ناس مناظلين كبار وشفنا أبناء الشعب من عمر العبيدي وعشرات مثل عمر العبيدي يعني يأما قتلوهم أو عذبوهم في المراكز وشفنا أنه وفيه فقط للبوليس فوق من هذا يزيد يتنكر لشهداء الحركة الوطنية شفناه يبوز في الليدين وفي اللاكتاف متاع مكرون ويقول على الاستعمار حماية حماية من شكون حماية من فرحة حشاد الشهيد الله يرحمه حماية من البشير بن سديرة ومن الدخباجي يعني حماية من من ما جاوبناش حماية من شكون سيد هبايا كل أشكال الخيامة أعملها وانتم ما زلتم معاه ماذا بايا نفهم معاكم الأسباب حتى يعني تجريم التطبيع بقاء العثرة الوحيدة في تونس لأنه كل فئات المجتمع اتفقت على تجريم التطبيع والرغبة في عدم التطبيع مع إسرائيل ولا ربط علاقات معها إلا قيس سعيد حتى البرلمان حتى بودربال الردي يعني كان يريد قانون لتجريم التطبيع ولكن تحت تهديد قيس سعيد أكبر سجان في تونس ما مرش القانون هذا عميل الصغيونية بل أكثر من ذلك وهذا أكيد وثابت أنه كان على وشك القبول بفتح مكتب لإسرائيل في تونس بعد تأثير ميلوني ووزير خارجية إيطاليا لو لا لطف ربي وصارت فضيحة لنجلة المنقوش وزيرة خارجية ليبيا فتراجع لما شاف هبة الشعب الليبي وهو يعلم أنه التونسة أكثر حدة وأكثر راديكالية فيه موضوع إسرائيل والصهيونية فتراجع خاف خاف على الكرسي متاعه فقط هو ما يفكر بيه حتى شيء إلا في الكرسي متاعه على شنوة على شنوة مزلتوا معاه مثلا هل بقاه هو على العهد تحتك شعار العظيم على العهد يباقون والشعب يريد أي عهد حافظ عليه هل هذه هي العلاقات الأفقية هل هذه هي الدولة الاجتماعية اللي السلطوية اللي كان يتكلم عليها هل هذه هي الإرادة الشعبية وهو يحكم في تونس بالقوة الصلبة بالقوة المسلحة يحكم بالسجون يحكم بالقضاء يحكم بهيئة بعسكر الردي طول نرجعولو كموعدكم على شنوة بقية أنا نطلب منكم حاجة فقط إنكم تسمعوني بعقولكم وبضمائركم من غير تشنج لأني نتمنى وأقسموا بالله العلي العظيم بكل صدق نعرف إنه فيكم ناس أخيار وطيبين وهذه كانيتهم وما زالوا ممنين وميحبوش يفقدوا الأمل نعرف نعرف كل شيء نتمنى نشوفكم في الصفوف الأولى للثورة على قيس سعير ويكون أنتوما عندكم المبادرة الأولانية أمنية هذين القيئة اللي غالب كيف نشوفوه أحنا توا هو يتخبط يضرب على اللي مين وعلي صار صار له كما قصة النمرود اللي دخلت له الوشواشة في راسه ولا يضرب في راسه على حيوت وبعد ولا يطلب ملحاش يمتاعه بش تضربه بش ليك على راسه وبعد دبروا عليه قالوا له نقصوا الكراس كنعملوا الكراس يذهب ووافق نعرف أنه تم جزء كبير منكم ما يصدق إلا ما يراه طاح كما طاحها سليمان بعد ما تكسرت العصام تاعه ففهموا أنه مات مش قاعد يتأمن نعرف لكن عندي أمل خاصة في الشباب والشابات منكم نتمنى أنه المرحلة القادمة نكونوا صف واحد لإنقاذ تونس من أجل دولة ديمقراطية اجتماعية لا تسلطية مش دولة يحكم فيها عميل سليمان سليمان ترجمة نانسي قنقر